الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فإن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها في كل رقعة في حق الإمام والمنفرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الحديث رواه البخاري أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة فقد اختلف فيها العلماء اختلفوا في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية وكذلك اختلفوا إذا كان يصلي خلف الإمام أو إذا كان يصلي منفردا قد نقل الإمام النووي أقوال أهل العلم في مسألة قراءة الفاتحة في الأحوال المختلفة فراجع كتاب المجموع وخلاصة ما قاله الإمام قراءة الفاتحة لقادر عليها فرد من فروض الصلاة ورقن من أركانها لا يقوم مقامها ترجمتها بغير عربية ولا قراءة غيرها من القرآن يعني لا يقوم مقام الفاتحة غيرها من القرآن ويستوي في تعيينها جميع الصلوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر